ويمثل انعقاد اجتماعات اللجنة الفنية للمنظمة الافريقية الاسيوية للتنمية الريفية بالخطوم فرصة ثمينة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدان الافريقية والاسيوية فيما يختص بتطوير التنمية الريفية ويشكل سانحة لتبادل الأفكار والخبرات والتجارب وتطوير البعد المعرفي وتكنولوجي بما يصب في مصلحة تنمية بلدان المنظمة لا شك ان التنمية من اكبر المشاكل التي تعاني منها البلدان النامية والسودان واحد من تلك البلدان النامية والفقيرة وغالبية شعبه تحت خط الفقر مع انه يذخر بثروات حيوانية ضخمة وبغابات شبه استوائية وسهول تعد موئلا لنسبة هائلة من الكائنات الحية الضرورية للحفاظ على التنوع الاحيائي هذا دون الحديث عن موارده الطبيعية التي لم تستغل لاستغلال الامثل في مغابل ذلك يعاني شعبه الفقر واستنزاف للثروات مما يرهن الاجيال القادمة ويفقت الطبيعة توازنها اذ ما عاد ينظر الى النمو الاقتصادي بانه الزيادة في عملية الدخل وكفا ومهما اختلفت التسميات فان المفهوم الحالي للتنمية يشمل جوانب عدة اقتصادية واجتماعية ثقافية وبيئية واخلاقية وباتت عملية التنمية هما دوليا مشتركا تتكتل لاجله الدول والمنظمات الاقليمية المنظمة الافريقية الاسيوية للتنمية الرفية اردو احد هذه التجمعات الاقليمية التي تكرس جهودها لتطوير التفاهم بين الاعضاء في قارتي اسيا وافريقيا لفهم المشاكل التي يعاني منها كل عضو من اعضاء المنظمة واكتشافها بشكل جماعي واتاحة الفرص لتنسيق الجهود لتعزيز الرفاهية والقضاء على العطش والجوع والامية والفقر بين مئات الملايين من سكان المناطق الرفية السودان انتبه مبكرا لاهمية التنمية الرفية وعمل على تعزيزها من خلال جملة من المشروعات التنموية كمشروع الجزيرة والمناغل ومشروع الرهد الزراعي وخشم القربة ومشاريع كبيرة على النيلين الازرق والابيض ومشاريع دلتا توكر والقاش في شرق السودان واصاب نجاحا مقدرا في هذا الجانب وان كان واقع الحال الان يعكس ترديا احل ببعض هذه المشروعات وتقاصرت عن تحقيق اهدافها ما يتطلب وقفة ومراجعة لأداء هذه المشروعات بما يمكنها من تحقيق تنمية الرفية المنشودة اهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع اسمحوا لي ان نرحب الان بالاستاذ علوية حسن عثمان المدير العام بالانابة للعلاقات الدولية بوزارة الزراعة والغابات استاذ علوية مرحبا بك في الحدث الاقتصادي وبداية عرفين على هذا المؤتمر للتنمية الرفية وكما تعلمين الريف في السودان يعاني ما يعاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في البداية بشكر الغناء السوداني 24 على استضافته الكريمة حقيقة يستضيف السودان الاجتماعات اللجنة الفنية للمنظمة الافريغية الاسيوية هذا هو الاجتماع الخامس وعادة تكون الاجتماعات تعقد في دولة افريغية ثم دولة اسيوية بالتناوب الاجتماع الرابع نعم الاجتماع الرابع كان في الهند والان الخامس الدولة الافريغية السودان حقيقة يعني المنظمة الافريغية للتنمية عندها تدخلات في السودان في عدد من المشروعات تم تنفيذها بواسطة المنظمة مثل إنارة حفير مشو وتحسين نسل الماعز بولاية البحر الأحمر ومشروع حفر الآبار الجوفية بولاية الشمال كردفان بالإضافة إلى مساهمتها في العديد من الفرص التدريب في بناء الغدرات لكوادر على المستوى الابتحدي دعا أستاذة علوية يعني يبدو أن هذه هي المشروعات التي قامت بها المنظمة الافريقية الاسيوية للتنمية الريفية بالطبع لديها مشروعات في عدد من الدول الافريقية والاسيوية ولكن هنا السؤال عملية التنمية الريفية هي عملية لها تأثيراتها كما تعلمين على مجمل معاشى الناس في السودان وحتى على الاقتصاد الكلي بالنسبة للسودان هذا الريف الذي تمكنتم من تنميته بالشكل المطلوب ونجحت مثل هذه المؤتمرات وغيرها لن يحتاج سكان الريف إلى هذه الهجرات العكسية حتى يتكدسوا في مدن كبيرة كالخرطوم ويضعف الريف بموارده ما هي الوصفة السحرية لنقول الذين تعاولون عليها؟ يبدو أن هناك نجاح كما ذكرت أنت أيضا في هذا المؤتمر متوقع من هذا المؤتمر ما هي الوصفة السحرية التي تعاولون عليها في إنجاح هذا المؤتمر وفي تنمية الريف؟ الوصفة السحرية أوما الأشياء التي نعاول عليها في هذا المؤتمر طبعا هو المؤتمر بناغش في البداية التلاء هو ثلاثة أيام فبناغش الخطة الثلاثة أعوام السابقة والثلاثة أعوام الغادمات نعاول على أنه يكون عندنا مساهمة في الأعوام الغادمة من 2018 ل2020 وعندنا مشروعات مخترحة من الجانب السوداني تحت الدراسة هي إغامة غرية نموذجية بولاية القضارف وأكيد يعني حينما ما هي المكاسب دكتور أستاذ علوية التي يمكن أن يجنيها سودان مثل هذا المؤتمر؟ والله التبادل الخبرات من المشاركين من الدول المختلفة وخاصة هي الاجتماعات تضم مراكز الامتياز أو المراكز بتحت الإكسلنسي سينتس اللي هي المراكز التدريب يعني فاستفادة من بناء الغدرات يعني في هذا المجال يعني في مجالة التنمية الريفية أستاذ علوية حينما نقول تنمية ريفية حقيقية تنمية ريفية أو مسألة التنمية هي عموما تنقسم وتتشعب هذه المسألة كما تعلمين ماذا تقصدون بالتنمية الريفية؟ هل هي تنمية زراعية؟ هل هي تنمية اجتماعية؟ هل هي تنمية في الخدمات والبنى التحتية؟ ربما ما هي التنمية الريفية المقصودة؟ وما هي مجالات عمل المنظمة الافريقية الأسيوية للتنمية الريفية؟ وما هو دوركم أيضا كوزارة زراعة وغابات في هذه المسألة؟ هل هو دور زراعي فقط؟ والله طبعا هي التنمية الريفية بمفهوم الحديث بتشمل الجوانب الاقتصادية والجوانب الاجتماعية والجوانب البيئية هي سلسلة من الحلقات متكاملة مع بعض فإنت حينما تنمي الريف من ناحية اقتصادية زيادة الإنتاج والإنتاجية وإضافة المشاريع المنتجة وتحسين بعد ذلك الخدمات المصاحبة للتنمية من المستشفيات والمرافق الصحية والتعليم فالحطة دي بتخلي السكان الأرياف ربما نحن مستقبلا نطمح في أن تحصل هجرة عكسية من المدن للريف خاصة أن الريف السوداني أو الريف الأفريقي والأسيوي يعني بيعاني من كثير من على ذكرك سيدة علوية للريف الأسيوي والريف الأفريقي كيف تقيمون وضع الريف السوداني أنت؟ والله أنا بغيّم الريف السوداني لسه محتاج لأشياء يعني محتاج لبنيات تحتية كثيرة يعني محتاج لطغوية التنظيمات القاعدية في الريف حتى إنها يعني تقدر تشتغل يعني بالزاد عندنا في الغطاع المطري التغليدي يعني معظم المنتجات الزراعية بتجي من الغطاع المطري التغليدي محاصيل للسيمسيم والفول السوداني محاصيل بتاع الصادر فهذه الأشياء يعني بتحتاج إلى إجنو التغوية هؤلاء المزارعين والتنظيمات بتاعتهم حتى يتمكنوا من زيادة الإنتاج والإنتاجية ووصول هذه المنتجات إلى الأسواق وبالتالي تصنيع يعني خاصة نعم سؤال زعلوية كيف يمكن يعني أنتم الآن رهانكم على الإنسان يبدو هذا الإنسان إن اتجه معكم في هذا المنحة الصحيح للهجرة العكسية للعودة إلى الريف لتنمية الريف وخلق مناخ منتج يساهم في دفع الاقتصاد في زيادة دخله حتى دخل هذا الإنسان كيف ستتمكنوا من تغيير هذه الثقافة التي لعشرات السنوات للوراء كانت كان الناس ينتهجوها يعني يأتون إلى العاصمة أو إلى المدن الكبيرة بحثا عن الوظائف كيف ستقنعون هذا الفرد بأن يساهم في تنمية ريفية وأن يترك المكاتب ويترك الوظائف وتقنعوها أن هذا الأمر هو أمر جيد هل هناك ربما يعني مشروعات تخص الموارد البشرية وما إلا ذلك والله في العديد من المشروعات يعني بإضافة للمنظمة الأفرياسيوية عندنا المنظمة بتاعتها المنظمة الصندوق الدولي التنمية الزراعية الإيفاد بيتدخل في مناطق بعيدة بيحصل تدريب يعني وبناء غدرات للسكان الريف فهؤلاء الريفيون لابد من يعني من تدريب وبناء غدراتهم ورفع البقدرات حقاتهم أو تسموه ترفع الأويرنس بتاعهم يعني وتحسن لهم الظروف الظروف بتاعت الإنتاج والإنتاجية والظروف المعيشية وسهولة الوصول للأسواق بيحصل يعني بيحصل تغيير يعني بيحصل تغيير يعني إن شاء الله ما هو وضع هذه المنظمة بالعودة للمنظمة مرة أخرى أستاذة ألوية وضع هذه المنظمة الوضع المالي وما هي قدرتها على الاستمرارية في دعم وتنمية الريف أنت تعلمين أن المشاريع الريفي هي مشاريع ضخمة وتحتاج للكثير هل ستفي هذه المنظمة بما التزمت به من مشروعات بمساعدتكم أنتم ما هو دوركم أنتم في هذه الشراكة ما هو دور المنظمة حدثين عن هذه الأمور هي المنظمة يعني عندها يعني الآن الاجتماع الحاضر لنا في الأيامات الغادمات عبارة عن مراكز بتاعت التدريب يعني فالتدريب وبناء الغدرات أساس أي شي فممكن يعني تعمل دراسات لتدريب هؤلاء الريفيين وممكن نحن في العلاقات الدولية ممكن يحصل يعني نوع من الاستقطاب تمويل من المنظمات النظيرة تمويل مشترك أيضا برضو ممكن إدخال الغطاعة الخاص يعني يستثمر في الحتة بتاعت الإضافة قيمة يعني هذه التنمية الآن هي فقط على التدريب نفهم ذلك؟ ليست على التدريب ولكن التدريب جزء منها يعني التدريب جزء منها هل هناك ميزانيات مخصصة لمشاريع تنموية قادمة من خلال هذه من خلال مذكرات التفاهم التي وقعت بينكم وبين المنظمة؟ والله هذه سوف في اليوم الأول طبعا سيكون للمداولات في ما تم تنفيذه في الفترة من 2015 ل2017 واليوم التالي يوم عشر سيكون في تداول الخطة أو البرامج بتحت البرامج اللجنة الفنية من العام 2018 ل2020 نتوقع يعني أنه تكون حسب المداولات يكون في برامج وأشياء يعني مخترحة من مخرجات الاجتماعات نعم تمنياتنا لكم بالتوفيق إذن أستاذ علوية حسن عثمان مدير إدارة العلاقات العامة بالإنابة بوزارة التزرع شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا عقب الفاصل طيفة من أخبار الولايات الاقتصادية